إعلان أنطونيو جوتيريش تعيين اللواء الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري رئيساً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيساً للجنة تنسيق إعادة الانتشار جاء بمثابة إقرار بفشل تنفيذ اتفاق ستوك هولم الاتفاق المبرم بين الحكومة ومليشيا الحوثي في نهاية عام 2018 لوقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة وتسليمها لقوات محلية لم يتحقق رغم مرور ثلاث سنوات بعد فشل ثلاثة جنرالات في تحقيق تقدم لتنفيذ الاتفاق يأتي تعيين اللواء الإيرلندي كرابع رئيس للبعثة الأممية خلفاً للفريق الهندي أبهجيت جوها رئيس البعثة الأممية الجديد كان قد عمل مدة عشر سنوات في عمليات الانتشار الأممية في عدد من الدول منها أفغانستان والبوسن والهرسك والعراق والبنان والصومال وأوغندا منذ أن تم توقيع اتفاق ستوك هولم نهاية عام 2018 وأطراف الصراع تتبادل اتهامات خرقه والأمم المتحدة وممثلوها في موقف المتفرج العاجز ولم يكن لها موقف واضح إذا أمن يعرقل تنفيذ بنود الاتفاق الساحل الغربي شهد مؤخراً تطورات عسكرية تمثلت في انسحاب القوات المشتركة من جنوب المدينة ومديريات الدريهن وحيس واتجهت نحو فتح جبهات جديدة تقول إنها خارج نطاق الاتفاق لتظهر الأمم المتحدة بقرار تعيين رئيس لبعثتها هذا التحرك الأممي يراه مراقبون بأنه محاولة بائسة لإحياء اتفاق كانت هي سبباً رئيساً في تجميده فهل يأتي التعيين الجديد لإحياء اتفاق ميت أم لإيقاف أي تحرك لإنهاء الإنقلاب؟ ترجمة نانسي قنقر